هي دي لأنه كله بحسابه وحسابه كبير قوي وحييجي الوقت اللي احنا هنكشف كتير من الورق ده لصارتي خواجة نقارنه بجزء الخواجات اللي موجودين في الانديا المنافسة عندك جروس وعندك رامون دياز مش دوله التلات انديا اللي بيتصارعوا على اللقب عشان نكون موضوعيين شوية الرجل ده عمل ايه والاثنين التانيين عملوا ايه والارقام لا تجذب ده لا دفاع عن لصارتي ولا اتهام لدياز ولا تقليل من شأن لصارت جروس لكن احتكام للرقم وللحقيقة يمكن يطلع الرجل ده اوانطا نشوف موقف الفرق التلاتة مرت اللي صارتي مسك الاهلي ابتداء من 4 يناير 2019 4 يناير 2019 ما هواش اللي عمل فترة الاعداد بتاعت الفرق ما هواش اللي شارك في اختيارات اللاعبين في القيد الاول استلم والفريق في وسط الموسم كانت في حالة نفسية صعبة جدا للفريق بعد الخروج من دور الابطال والبطولة العربية وطبعا المنافسين جروس كان مستقر في الزمالك وبرامدز جاب عدد كبير من اللاعبة وكوّن فرقة المقارنة بينها وبين بقية الفرقة تبدو غير منطقية لانه انت عندك ضغط مباريات واصابات واجهاد وبرامدز اقل عددا في عدد المباريات ما بيلعبش كتير مريح معظم الفترة ما عندوش مشاركات لا لعب العربي ولا افريقي الاهلي في ظل هذه الفترة بتاعت لسارتي هو الاعلى فوز اكتر فريق فاز في الخواجات التلاتة مرتل لسارتي بمعدل فوز وابش مهندس 82.35% لسارتي 82% رامون دياز 62.5% الزمالك مع جروس 50% ده فيما يخص نسبة الفوز عدد المتشاط طيب الاهلي اقل تعادل او مرتل لسارتي اقل تعادل اتعادل بنسبة 85.88% بيرامدز نسبة تعادلاته 31.4% انت بتتكلم على فترة دور تاني كل مدرب من التلاتة يعني هو لعب انت هنا بتقول جروس تحت لعب 12 مباراة ده في دور التاني بقى ايوة بعد يناير ايوة من اول البداية من لسارتي اول ما توجد لسارتي هو عمل ايه والتانين عمل ايه ازا مالك ما قبل لسارتي انت بتحاسب جروس على فترته من ساعة لما جي لسارتي عشان تقرنهم من يناير بالضبط بتحطهم في قلب الالت تاني في نسبة الخسارة خسر بـ 11.76% بيرامدز خسر اقل 6.25% والزمالك خسر اكتر او جروس خسر اكتر 16.67% الاهل التاني في معدل التهديف لسارتي في التهديف جون 67% في المباراة بيرامدز اعلى تهديفا لانه عنده اتنين والزمالك عنده 1.75% الاهل الاقوى دفاع تقريبا في كل مباراة حوالي 53% تساوب مع بيرامدز بيرامدز وزمالك تساوب فيه هدف في كل مباراة مع الناس لانه ده هم اللي عايزين بس انك في التوقيت ده الناس تتكلم على القايمة الجديدة مين اللي هيخرج منه بالله عليكم الموسم شغال وفي عز المنافسة فيه مدرب هيتكلم دلوقتي ويقدم تقرير مين اللعبة اللي تمشي فيه كده ده بيتكتب عشان كده عجبني صديقنا العزيز علاء عايزة عمل في الاهلي في العدد ده عدد النهاردة تقرير كامل على انه الناس دي فترة في رمضان انه الكذب اللي انت بتتكلم عليه اذا كان فعلا منهي عنه وانه ما يصحش ان انت تجذب ازاي الناس دي صايمة وتمارس هذا العمل الدقوب وهي عارف انه تجذب وعارف انه تجذب صايمة ازاي يعني يعني ربا صائم ليس له من صيامة إلا الجوة والعطش لكنه فعلا حملة اكاذيب ممنهجة محاولا ضرب الاهلي في توقيت حارق جدا الامل او المهم فيها انه الناس وعية والناس فاهمة اللي بيحصل ده ايه لانه لو كان في وقته عادنا نعمل تحليل مضمون لأي موقع من المواقع دي هتتحكوا لان اللي بيقولوه النهاردة كانوا كاتبين ضدوا من كام يوم وبعد بكرة هيكتبوا عكسه لانه ازا كنت كذوبا نكون زكورة لكن ما هماش كده خالص انت بتكذب وبتنسى ان انت كذبت فباستمرار فيه مصورة اكاذيب ضربة في كل المواقع وارجو ارجو لانه ان احنا لا نضطر ابدا لكشف بعض الورق الخفي وبعض التوجهات اللي حصلة وفي موقع كبير بعينه ازاي الاعداء اللي تمت في الجونة نتج عنها اتفاق على حملة ممنهجة ضد الاهلي وهو موقع جاد الجونة يوميا يصبر بس عشان الناس ما تروحش بعيد مش الجونة الفريق لا لا منتجع الجونة السياحة وازاي طلع التعليمات والاتفاق لازم ان نخلص على الاهلي اليومين الجايين فيطلع رئيس التحرير المغوار يا قسم يا رياضي عايز كل يوم تطلعوا لي بطن الاهلي كده فكل نص ساعة يتسبقوا في اخبار بقول لكم لو كان في وقت كنا هنسردها واحدة واحدة وهو موقع حتى في الانتخابات كان له انحيازاته وحاول يتدخل ويأثر ويدير بشكلة اموري كبير جدا الرقع الانتخابية فأتمنى ان احنا لا نضطر لكشف بعض الاوراق لانه فعلا الامر زاد على حاجة انتخاباتها استاذ ابراهيم دي كانت عملية تجارية بحتة يعني احد المرشحين اشترى لمدة شهر اخد مني ما تقوليش لا اشترى لمدة شهر الصفحات وكان الشرط ليذكر اسم المنافس فهذا موقف لكن خلصت انتخاباته خلصت الصفقة التجارية ايه اللي ايه اللي يجبرك دلوقتي النهاردة تاخد هذا الموقف تاني ايه اللي ازا كان فيه صفقات جديدة او يوم جديد يوم جديد لا ما تقولاش وتجري طيب الكابتن سيد عبد حفيز في كلامه على انه الحملة ممنهجة جدا ضد الاسارتي لانه كمان الراجل شغال كل نص ساعة يطلع خبر على ذات الموقع على انه الراجل ماشي يا سيدي ماشي ممكن يمشي بس تفتكروا في حد عنده مباريات تحدد بطولة يقدر يتكلم هو قاعد ولا ماشي في مسؤول وفي مجلس وفي لجنة وفي جهاز عنده مباريات تحدد مصير بموسم كامل هيتكلم في حسابات البقاء ومين اللي ماشي ومين اللي قاعد انما اللي الحاح هدفه ازاي تقدر تهز الارض تحت اللعيبة ازاي تقدر تضرب فورتينا بين الجهاز واللعيبة ازاي تفقد اللعيبة الثقة في الراجل ده وازاي تلفز تعليمات المنتجعة السياحية هي دي لانه كله بحسابه وحسابه كبير قوي وحييجي الوقت اللي احنا هنكشف كتير من الورق ده لسارتي خواجة نقارنه بجزء الخواجات اللي موجودين في الانديا المنافسة عندك جروس وعندك رامون دياز مش دوله التلات اندية اللي بيتصارعوا على اللقب عشان نكون موضوعيين شوية الراجل ده عمل ايه والاتنين التانين عملوا ايه والارقام لا تجذب ده لا دفاع عن لسارتي ولا اتهام لدياز ولا تقليل من شأن لسارتي جروس لكن احتكام للرقم وللحقيقة يمكن يطلع الراجل ده اوانطا نشوف موقف الفرق الثلاثة مرت لسارتي مسك الاهلي ابتداء من 4 يناير 2019 4 يناير 2019 ما هواش اللي عمل فترة الاعداد بتاعت الفرق ما هواش اللي شارك في اختيارات اللاعبين في القيد الاول استلم والفريق في وسط الموسم كانت فيه حالة نفسية صعبة جدا للفريق بعد الخروج من دور الابطال والبطولة العربية وطبعا المنافسين جروس كان مستقر في الزمالك وبرامدز جاب عدد كبير من اللاعبة وكوّم فرقة المقارنة بينها وبين بقية الفرقة تبدو غير منطقية لانه انت عندك ضغط مباريات واصابات واجهاد وبرامدز اقل عددا في عدد المباريات ما بيلعبش كتير مريح معظم الفترة ما عندوش مشاركات للاعب العربي ولا افريقي الآلي في ظل هذه الفترة بتاعت لسارتي هو الاعلى فوز اكتر فريق فاز في الخواجات التلاتة مرت لسارتي بمعدل فوزه يا باش مهندس 82.35% لسارتي 82% رامون دياز 62.5% الزمالك مع جروس 50% ده فيما يخص نسبة الفوز عدد المطشاط طيب الآلة اقل تعادل او مرت اللي صارتي اقل تعادل تعادل بنسبة 85.88% بيرامدز نسبة تعادلاته 31.4% انت بتتكلم على فترة دور التاني كل مدرب من التلاتة يعني هو لعب ايه انت هنا بتقول جروس تحت لعب 12 مباراة ده في دور التاني بقى ايوه بعد يناير ايوه من اول البداية من لسارتي اول ما توجد لسارتي هو عمل ايه والتانيين عمل ايه الزمالك ما قبل لسارتي انت بتحاسب جروس على فترته من ساعة لما جاء لسارتي تبقرنهم من يناير بالضبط بتحطهم في قلب بتحطهم في قلب واحد الاهل التاني في نسبة الخسارة خسر ب 11 و 76 من 100 بيراميدز خسر اقل 6 25 والزمالك خسر اكتر او جروس خسر اكتر 16 67 من 100 الاهل التاني في معدل التهديف لسارتي في التهديف جون 67 من 100 في المباراة بيراميدز اعلى تهديفا لانه عنده اتنين والزمالك عنده 1 75 الاهل الاقوى دفاع تقريبا في كل مباراة حوالي 53 من 100 تساوب مع بيراميدز بيراميدز وزمالك تساوب فيه هدف في كل مباراة تدخل في شباكه الاهل الاعلى في فرق الاهداف بينما احرزه او مش الاهلي لسارتي لسارتي فيه فترة لسارتي فترته الاعلى لانه الفرق بين الاهداف اللي جات فيه والاهداف اللي جابها عنده 21 هدف سليم او صحية بيراميدز عنده 16 الزمالك عنده 9 ده فارق الاهداف اه فرق الاهداف الكبير لمصلحة الاهلي ده مؤشر للتوازن حالة التوازن اللي موجودة بين الدفاع والهجوم ودي لصالح الاهلي رقميا الاهلي اكثر حصدا للنقاط النقاط بتاعته مقارنة بالمطشات اللي لعبة لسارتي بيجيب نقطتين و53 من 100 في كل مباراة بيراميدز بيجيب نقطتين و19 وازمالك بيجيب نقطة فاصل 83 البطولة الدوري 34 مباراة لكل فريق هل معنى انه مارت اللسارتي خسر مبارتين من بيراميدز ده معناها انه بيراميدز كان الاكثر سيطرة واكثر تفوقا في المباراتين مش بالضرور حتى وان كان كسب الارقام في المباراة الاخيرة على الاقل دلت على غير كده خالص الزمالك ما خدش من بيراميدز الا نقطة واحدة الاهلي خد من الجنة ست نقاط بينما بيراميدز ما خدش من الجنة الا نقطة يعني لو دخلت طرف تالت بين الاهلي بيراميدز في المقارنة طب بيراميدز كسب الاهلي رايح جاي الاهلي كسب الجنة رايح جاي بس بيراميدز ما كسبش الجنة رايح جاي ده منطق الكورة مش بالضرورة حد تفوق على حد فضمن انه يتفوق كل من على هذا المساوى او اقل في موسم للتدليل عشان نفكركم ان انت ممكن تكسب الدوري وتخسر من الفريق اللي هبط وده بيحصل كتير الاهلي يخسر من اسوان ويكمل وياخد الدوري يتعادل او يخسر من الرجاء ويكمل وتلاقي الفريق اللي خسر اللي هو الاهلي خاد الدوري والفريق اللي كسب هذه المباراة او تعادل او الناس شافت انه عرق المسيرة الفريق المتصدر ينزل درجة تانية هده الكورة في موسم اتنين وستين تلاتة وستين يا بشواندس التلسان خسر اربع مرات خسر في الموسم اربع مباريات والاهلي خسر مرتين ومع هذا التلسان فاز بالدوري ليه لانه قدر يعوض بقية المباريات في ان انت ما تتعدلش كتير ما دي نقاط يعني بص يا سيد زبراهيم يعني الاحصاية دي كلها الهدف منها ان يا جماعة اذا كنتوا بتقارنوا بنحطوكوا امام مقارنات رقمية مش وجة نظر دي مقارنات رقمية طيب النهاردة حد ضاي من الدوري لا لا مؤكد لا لكن كل اللي بنطلبه كل اللي بنطلبه الفير بلاي توحيد الظروف احترام الجداول والدوري يروح للي يستحقه مش اكتر من كده عشان ما يبقاش فيه بعد كده حد عنده حجة يقول قص تعمل فيها كذا 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 والله ده مش كتير والله مصر تستحق هذا الكلام والله الكرة مصرية تستحق هذا الكلام الجماهير المصرية لنزع في تيل الاحتقام يجب ان يسود هذا المناخ لكن احنا نتحاول كلنا كلنا اعلامنا بمسؤوليننا الى مشجعين ده كلام صعب جدا اشتركوا في القناة